اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صراح معتقلين واخرين للحبس المنزلي من هو القاضي ابن الطيب علاء مصاروي الذي تسلم ابرز واهم ملف متداول اليوم في البلاد لليوم الثاني على التوالي استمرار اغلاق كنيسة القيام احتجاجا على فرض ضرائب وحجازات على الحسابات البنكية للكنيسة مقتل مرام عكر ابو النعاج من دبوري واصابة طفلها وشخصين اخرين بحادث طرق مروع قرب مدخل القرية توقيف اكثر من اربعين مشتبها ببيع اسلحة ومخدرات في الشمال جمعية كيان تطلق حملة لترشيح نساء عربيات في اربع بلدات شفا عمر وعرابي وزال في سالم وعسفيا للعضوية في انتخابات السلطات المحلية المقبلة بعد قليل سنتون في شفا عمر للتحدث مهرفاء عن ابتاوي مديرة الجمعية لبث مباشر ما مدى شيوع ظاهرة صرف الشيكات قبل موعدها مقابل عمولات في الوسط العربي اوديف فرومكين صاحب تطبيق لصرف الشيكات يجيب عن هذا السؤال واسئلة اخرى لهذا اليوم طلاء بيوت باللون الازرق في قرية جسر الزرق باطار مشروع جسر من الالوان بعد قليل سنكون مع صاحبة الفكرة والمشروع ببث مباشر مركز مواهف الناصرة يحتضن الطلبة اصحاب المواهف من منطقة الناصرة في شكة المجالات الطلاب في ضيافة هذا اليوم الرابر احمد جوهر من مدينة الرمل يغني للسلام والتسامح ويعرض قضايا الشباب بعد قليل سيكون معنا في الستوديو عامر عواودي من كفر كنة يعرض تاريخ البلدة من خلال كتاب كفر كنة تاريخ وتراث بعد قليل سنكون في كفر كنة للتحدث مع الكاتب والمؤرخ ببث مباشر هذه العنوين في برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر ونبدأ قضية 4000 بيزيك تحمل دائما المفاجآت هل الكشف عن تبادل رسائل نصية بين قاضية في محكمة الصلح في تل أبيب وأحد المحققين في هيئة الأوراق المالية سيكون له تبعات على السلطة القضائية وهل سنشهد قرارات من قبل وزيرة العدل ورئيسة محكمة العدل العليا بهذا الخصوص وكيف ينظر المحامون والحقوقيون لنقل هذا الملف الكبير ليدي القاضي على مصاروي ابن مدينة الطيبي في وقت يدور فيه الحديث عن أكبر الملفات التي يتم تداولها في البلاد والخارج ومثل هذه المواقف هل تؤثر على مكانة القضائيين والحقوقيين العرب حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامجة اليوم المحامي نضال عثمان مدير اتلاف مكافعة العنصرية في البلاد والمحامي يوسف مصاروي من الطيبي مختص في القضايا الجنائية وزيدان سلفيتي نائب رئيس المجلس المحلي عرب الشبل أم الغنم المحامي نضال مساء الخير مساء الخير أتكلم عفو المحامي يوسف مساء الخير مساء النور بيك وبجميع المشاهدين أخ زيدان مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا بكم أبدأ معك المحامي يوسف مصاروي أنت ابن مدينة الطيبي نبدأ يعني هذا الملف ملف تمديد الاعتقالات قضية 4000 بيزيك تثير ضجة في الأروقة القضائية الأروقة السياسية والإعلامية ونقل هذا الملف ليدي القاضي علاء مصاروي ابن مدينة الطيبي يعتبر هذا أكبر ملف ماذا يعني بالنسبة للحراك القضائي؟ لا شك أن ما حدث بالأمس بالنسبة لهذه القضية هو شيء جعل كل المؤسسة القضائية تهتز وتقف على أرجلها من ما رأوه من شيء خطير هذا شيء خطير جدا ما حدث بالأمس من هذه المراسلات هذه الرسائل هي رسائل خطيرة جدا هي تضر في كل الجهاز القضائي اليوم ورأيت هذا على القضاء اليوم كنت في أربع خمس جلسات اليوم ورأيت هذا على القضاء حتى القضاء يتحدثون عن هذا الموضوع عن هذا الموضوع بالعلن نعم علنيا حتى في إحدى المحاكم اليوم النائبة رئيسة المحكمة قررت أن تقوق تأقل جلسة لكل القضاء في المحكمة اليوم نعم للبحث في هذا الموضوع الموضوع خطير جدا ولا شك أن هذا التطور هو اليوم ظهر على الملاء وللأسف لكن للأسف نحن نعرف كمحامين جنائيين نعرف أن هذا الشيء موجود منذ زمن موجود في أروقات المحاكم نعم ما شعن المراسلات المراسلات تتم بين النيابة العامة والقضاء ليس فقط خاصة في قضايا تنديد الاعتقالات نعم يوجد قاضي محبوب على الشرطة وقاضي مكروه على الشرطة يوجد قاضي يعطي الشرطة الأيام المطلوبة ويوجد قاضي لا يعطيها الأيام يوجد قاضي عندما يدخلون إليه إلى غرفته إلى مكتبه يأخذون كل الأوامر الذين يطلبونها قبل الاعتقال نفسه يوجد أوامر سرية أوامر تفتيش أوامر تنصت كل هذه الأوامر في موضوع العلاقة بين النيابة العامة والشرطة وأيضا القضاء أنا سأخوض أيضا مع المحامي نضال عثمان ولكن ماذا يعني موضوع نقل الملف من قاضية في محكمة الصلاة في تل أبيب إلى يدي القاضي العربي من مدينة الطيبي المحامي علاء مصاروي إذن هي مسؤولية كبيرة في ملف اللي هو كبير لا شك أنا أعرف القاضي علاء من أيام الثانوية نحن في نفس الجيل أنا والقاضي علاء وأيضا نحن الاثنين عملنا في المجال الجنائي منذ أن بدأنا في المحامة القاضي علاء معروف في كل المنطقة خاصة في المنطقة وأغلب عمله في المنطقة المركز وتل أبيب أنه كان محامي جدي جدا جدا محامي نشيط مهني جدا ومنضبط جدا وتعيينه كقاضي لم يكن بالصدفة هو اليوم معروف بأنه من أحسن الكضاء في المحكمة الصلح في تل أبيب وهناك ثقة بعملي هكذا وصلني ما حدث بالأمس أن رئيس المحكمة اختارهم البين بأكثر من ثمانين قاضي في محكمة الصلح أكثر من ثمانين قاضي موجود في محكمة الصلح في تل أبيب وتم اختياره وتم اختيار القاضي علاء هذا شيء مهم جدا أن لدى رئيس المحكمة الثقة الكاملة في القاضي علاء كقاضي مهني جدا وأنا أقول لك لا يجب أن نقول أن هذا شيء لكونه عربي أو غير عربي إنه هذا قاضي مهني جدا نعم هذا الموضوع وأنا أقول لك أنا كما أعرف القاضي علاء القاضي علاء سوف يتقدم إن شاء الله إلى مرتبات إن شاء الله نتمنى له النجاح إذن المحامي نضال عثمان قضية التبادل هذه الرسائل النصية ومثل ما يذكر محامي يوسف مصاروة هي متداولة موجودة في أروقة المحاكم بين النيابة العامة الشرطة والقضاء ولكن ثم الكشف عن هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام وحتى هذا اليوم كان في تقييدات على دخول وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين إلى أروقة المحاكم ويمكن يوسف كنت هناك وشفت أنا سؤالي إلى أي حد زعزعت هذه القضية الثقة بالسلطة القضائية في البلاد يعني موضوع الثقة في الجهاز القضائي في البلاد كما تحدثت زميلي يعني هناك عدم ثقة ببعض عمليا المحاكم أو القضاء أو في حالات معينة ولكن ما جرى بالأمس أعتقد أنه ليس صدفة هناك شيء كبير يحصل في الجهاز القضائي هناك تحرك حراك هناك كل قضايا ملف 4000 وغيرها من الملفات وهناك هذا أعتقد بتحليل المتواضع أنه هذا جزء من حملة ضد الجهاز القضائي ليس أنه لدي ثقة كبيرة في الجهاز القضائي ولكن الجهاز القضائي في إسرائيل على مستوى فوق الجيد في أداءه حسب تقييمنا عمليا وعملنا في المحاكم في السنوات السابقة وعمل الزملاء ومن خلال مراقبة الجهاز ولكن على ما يبدو ما تم الكشف عنه أمس وما تم عمليا من خلال المراسلة ما بين المحامي من الإدعاء في سلطة التداول الأوراق عمليا وما بين القاضية وأمور موجودة ضمن الجهاز هناك من كنا نتحدث عنها سابقا بما يخص القضايا الأمنية وتمديد الاعتقالات بما يخص الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين وغيرهم وهذا يحدث على ما يبدو أيضا في القضايا الجنائية الأخرى وبالتالي أعتقد تحليل المتواضع أن هذا جزء من حملة لضرب الثقة بالجهاز القضائي كما يخوم رئيس الحكومة بمهاجمة جهاز الشرطة وعمليا ضرب الثقة به من قبل الجمهور هو كذلك ممكن أن يكون ضمن حملة ضد الجهاز القضائي تحذيرا لما هو آت بموضوع الجهاز القضائي وتعزيز الثقة فيه هناك الجانب المهني ومثل ما ذكر المحامي يوسف مصاروي تم اختيار المحامي علاء مصاروي لتعزيز هذه الثقة إذن هناك أيضا ثقة بمهنية الحقوقيين والقضائيين العرب لتعزيز هذه الثقة ثقة السلطة القضائية القاضي علاء مصاروي يعني أنا لا أعرفه بشكل شخصي ولكن سمعت أيضا عنه الكثير من الزملاء في منطقة المركز لأنه واضح أن هناك قضاء عرب أكفاء مهنيين جدا جدا يعني كان تحدثنا في الأسبوع الماضي حول موضوع تعيين القاضي كبوب لمحكمة العدل العليا وسحب ترشيحه في مجمل الجهاز القضائي هناك قضاء عرب من أعلى المستويات المهنية والحقيقة تقول الآن أن تم إعطاء هذا الملف ليس بالملف الهين ولكن هذه مرحلة تمديد الاعتقالات وليس الملف نفسه يجب الفصل ما بين تمديد الاعتقالات وما بين النظر بالملف نفسه فيما بعد أخزي دانس الفيتي إذن ملف ألف وألفين تقديم توصيات للمستشار القضائي للحكومة حتى الآن لم يقل كلمته الأخيرة في هذين الملفين في عنا ملف أربع تلاف تتراكم الملفات تباعا هل رئيس الحكومة وفقا لتوقعاتك وأنت لك تواصل أيضا مع مؤسسات وزارية وحكومية يؤدي مهامه هذه الأيام كما يجب؟ أولا مساء الخير للجميع ما أريد أن أقوله كل متهم هو بريء حتى تثبت إدنته هو مش متهم لا لحظة شوي حتى الآن هو مش متهم يعني بقول الشبهات أو متهم فهو بريء حتى تثبت إدنته وكل الوقت لن يعطي المستشار القضائي للحكومة بأن السيد بن يمين نتنياهو إنه متهم ويجب أو شبهات اتهام عليه إن لم يعطي قرار قاطئ فهو بالنسبة لي وللجميع هو بريء ليست إنه أنا الناطق باسم بن يمين نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام أخ زيدان أنت على معرفة شخصية برئيس الحكومة أنا لدي علاقة في جميع وزراء الحكومة في علاقة مع رئيس الحكومة في علاقات مع جميع وزراء الحكومة حسب رأيك إذا المستشار القضائي للحكومة وهذا احتمال وارد أنا بديش أحكي إسا على الشبهات الموجودة إذا قام بتقديم ولو لائحة اتهام واحدة هل على رئيس الحكومة أن يستمر في مهمه ولا عليه أن يستقيل طلع هذا الأمر يرجع إلى بن يمين نتنياهو نفسه أولا فأنا بظن أنه محتمل جدا من الاحتمالات الموجودة أنه هناك ممكن يكون انتخابات مبكرة لحكومة إسرائيل محتمل أنا هكذا أعتقد ما يشهر ممكن تكون الانتخابات بناء على كل التطورات طلع يعني كل الأحداث تتعلق حاليا في المستشار القضائي لحكومة إسرائيل ينتظرون ينتظرون نعم ما يقول في هذه الملفات ما يقول في هذه الملفات نهائيا نعم عند اصدار القول من المستشار القضائي لكل حدث حديث نعم أنا بالنسبة للشبهات اللي موجودة بملف ألف و ألفين بالنسبة لهذا الملف الكبير اللي تحدثنا عنه نتحدث عنه أربعة ألاف ملف بيزيك يعني هذه الملفات وهذه الشبهات الكبيرة كيف تؤثر حسب رأيك بعمل أعضاء الكنيسة في داخل الكنيسة بعمل الوزراء بثقة الجمهور بالبرلمان وهذا الجسم التمثيلي للمواطنين في البلاد لا شك أن هناك هذه القضايا مثل هذا القياد ضايا ألفين و أربعة ألاف و عشر ألاف و خمس ألاف بس كثرة القضايا عاد بتكثر تعمل ضغط ضغط على الوزراء على الاتلاف طبعا طبعا هي تؤثر جدا على الاتلاف هل نفك الاتلاف هل نبقى ولكن حتى الآن أنا سمعت وجلست مع وزراء وجلست قبل أسبوع مع الوزير كحلون موشي كحلون وزير المالي وزير المالية وقال نحن نبقى في الحكومة حتى ننتظر قرار المستشار القضائي للحكومة نعم المحامي يوسف مصاروي في موضوع في ملف أربعة ألاف بيزيك تم التوقيع على أنت تعرف يعني اتفاقية شاهد ملك هل ستشهد الأيام المقبلة توقيعات توقيع اتفاقيات أخرى لشهود ملك من خلال هذا الملف الذي أثار ضج سياسي كبيرة لا أشك بالأغلب توقيع اتفاقية شاهد ملك عندما يكون بالأغلب المتهم أو المشتبه به على قيد الاعتقال وما رأيناه أن الأغلب أطلق صراحهم وإذا لم يطلق صراحهم خلال يوم أو يومين يطلق صراح الباقي بس شاهد الملك هو مدير عام وزارة الاتصال السابق يعني هو شخصي كبير أنا بحكي لك أنه هو وقع على اتفاقية وهو قيد الاعتقال أنا بحكي لك أنه الضغط على المعتقلين أو الضغط على المشتبهين بخف لما يطلق صراحهم هم بحاولوا دائما يوصلوا لشاهد ملك في حالة الاعتقال فشاهد الملك وقع وهو معتقل حتى مدد اعتقاله لخمستاشر يوم مشان ينتهي التحقيق في كل الملف يعني عادة إذا ما بيكون هناك إثباتات ذات شاهد الملك حتى يقوم في هاي الصفقة مع المحققين مع الشرطة يعني على ما يبدو واضح بهذا الملف أنه ملف كثير وفيه أدلة ضده وبالتالي أنا بقول لك نعز بالأفضل أنه يخرج بهاي الصفقة كشاهد ملك ولا يتم سجنه أنا بقول لك شو الإعلام كلك هو حسب حسبهم حسب الملف هذا أنه شاهد الملك اللي هو فيلبر كان حلقة وصل بين ألوفيتش وبين نتانياهو أوكي هسا اللي هو صاحب شركة بيزيك نعم شهادة فيلبر لوحده لا تستطيع إدانة نتانياهو يجب إضافة شهادة أخرى إلها نعم حسب متابعتك للأمور المحامة وتواصلا المحامة النضاء العثمان وتواصلا مع حديث المحامة يوسف مصاروي أنت تتابع تطورات يعني حتى قضية بيزيك في ملف آخر اللي هو متعلق بقضية بيزيك ونحكى عنه 1270 يعني المتعلق بمحاولات إقناع قاضية سابقا لتعيينها نعم كمستشارة قضائية يعني كما يبدو بأنه يعني هذه التطورات حتى في قضية بيزيك ملف أربع تلاف تتفاعل تتصارع بشكل رهيب هل أنت مع هذا الطرح بأن الانتخابات على الأبواب كإنعكاس لهذا التصارع الرهيب؟ هناك إفكت دومينو ما يسمى أعتقد بما يحدث من الملفات المختلفة يعني هناك الانتقال من ملف لملف لآخر وبالتالي هناك قضايا ممكن أن تظهر أيضا مستقبلا يعني قدرة الشرطة على أن تضغط على أشخاص أشخاص هم يمكن يكونوا ضالعين بالأعمال الجنائية نفسها ولكن إحضارهم كشاهد ملك أو غيره هذا جزء من عمليا صيرورة تقوم بها الشرطة بالكثير من الملفات هناك عمليا استمرارية وهناك ملفات أخرى أعتقد أنه سيكون عمليا تقديم موعد الانتخابات وحتى نهاية 2018 ممكن أن يتم تعيين موعد للانتخابات الكنيسة الواحدة وعشرين عمليا نعم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل حول حملة جمعية كيان لترشيح نساء عربية في أربع بلدات عربية ولكن بعد الفاصل نعم عدنا من الفاصل جمعية كيان تطلق حملة لترشيح نساء عربية في أربع بلدات عربية شفا عمر وعرابي وزالة في سالم وعاسفيا للعضوية في انتخابات السلطات المحلية المقبلة حول هذا المشروع ننتقل بالصوت الصورة مباشرة إلى مدينة شفا عمر للتحدث مع العاملة الاجتماعية رفا عناب تاوي مديرة الجمعية جمعية كيان أخت رفا مساء الخير أهلين بلال مساء النور إلى كل جميع المشاهدين نعم أخت رفا يعني كل فترة انتخابية هناك هذا الحراك من جمعيات نسائية وجمعية كيان أيضا تنشط في هذا الجانب تشجيع نساء على الترشح لعضوية أو رئاسة سلطة محلية لما قمتنا باختيار فقط أربع بلدات عربية بداية يعني إحنا بنشتغل على تمثيل نساء بالسياسي بشكل عام وبالسلطات المحلية بشكل خاص بشكل قطري على مستوى رفع الوعي لأهمية تمثيل نساء والمعيقات اللي بتواجه النساء والتحديات أمام خوضهن الانتخابات أمام ترشحن وأمام أدائهن في حال بوصلوا للسلطة المحلية واختيارنا لأربع بلاد فقط هو مربوط بقلة وشح الميزانيات طبعاً والإمكانيات والقدرات كجمعية نسوية أهلية لإمكانياتها محدودة وبنفس الوقت كمان مربوط باليعني الاختيار هو مبني على مدى جاهزية وقدرة النساء في البلاد اللي إحنا بنشتغل فيها كيان تنظيم نسوي بيشتغل عملياً بتقريباً عشرين بلد عربية بشكل مباشر من خلال مجموعات نسائية اللي موجودة بالحقل وإلها عشاط اجتماعي جماهيري لكن ما في عنا إمكاني نشتغل بالعشرين بلد إنه يكون فيه شغل على قوائم لو إحنا بنحكي على عمل يومي مكثف اللي فيه إحنا منتطرق لكل جوانب والإشكاليات والمعيقات أمام النساء إنها تترشح لسلطات المحلية ومنتناول كل جذور المشكلة ومنحاول أو بنينا خطة عمل اللي تلائم وتجاوب على الإحتياجات الموجودة بكافة المستويات وهذا اللي بميز عملنا إنه إحنا ما منكتفي فقط بإثارة الموضوع أو وضعه على سلم الأولويات أو حملات توعوية هذا جانب من شغلنا اللي إحنا بنعمله بشكل قطري لكن عشان نضمن تأثير فعلي وإنه يكون فيه نساء تترشح بمواقع أولى مضمونة وهذا هو الإشي اللي بميز الشغل تبعنا فإحنا اخترنا بلاد اللي فيها نساء عندهم رغبة واستعداد كمان وعم نشتغل معهن على هذا الأساس نعم أخت رفاه أنت تنشطين دائما في هذا المجال أنا سؤالي يعني أوكي يعني اخترتوا أربع بلدات عربي السؤال اللي يطرح نفسه لما فقط الترشح لعضوية سلطة محلية ليش مش لرئاسي مثلا يعني سؤال ممتاز جوابه بسيط جدا إنه إحنا منحكي على وضعية اللي فيها النساء مقصيات لعدة أسباب على مدار ومر عشرات السنوات تغيير هذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه بتطلب شغل متواصل ومستدام وبتطلب شغل من كافة هايات وفئات المجتمع وليس فقط من الجمعيات والأطر النسوية والتغيير طبيعي يعني كان أفضل وأحسن لو كان فيه شغل أكثر ورفع وعي على الموضوع حتى من قبل الجمعيات النسوية بسنوات قبل اللي إحنا نكون اليوم بوضعية اللي فيه عندنا إمكانية نشتغل بشكل مباشر على ترشيح نساء طبعا هذا ما بيقول إنه ما فيه نساء قادرات لا فيه نساء قادرات بإنه يكونوا بهذا الموقع مبدون علاقة حتى لشغلنا لكن إحنا منحكي على منظومة ذكورية مجتمع اللي انتهج نهج إقصاء النساء وأصبح مفهوم ضمنا إنه هاي المساحة والحيز هو مساحة للرجال فعشان إحنا نقدر نخلخل المفاهيم الذكورية ونغير ونأثر بهاي المنظومة اللي هي مش فقط بتقسي النساء بموضوع السياسة إنما بكافة المستويات كان فيه حاجة لشغل أولي على مستويات أخرى لتحضير وتجهيز النساء إنه فعلا يوصلوا لوضعية اللي يقدروا يترشحوا العضوات وبتأمل إنه يكون فيه مفاجآت ويكون فيه فعلا النساء اللي تترشح لرئاسة سلطات محلية وأنا متأكدة إنه إذا مش هاي المرة الانتخابات القادمة رح نشتغل على أكتر من أربع بلاد وبتأمل إنه هذا النموذج ينتقل لكل بلادنا العربية على مستوى العضوية والرئاسية ولا بد أن أسأل رفاعة نبتاوي أنت ابنة مدينة شفاعمر هل تفكرين بالترشح للعضوية في مدينة شفاعمر؟ لا حاليا أنا بعرف إنه أبوكي رئيسي البلدية بس بدي أسأليك هذا السؤال نعم سألتني قبل إذا كنت بفكر بالرئاسة وجوابتك إنه على مستوى المبدأ أنا بفكر في كتير نساء ممكن تترشح للعضوية والرئاسة أنا اليوم عم بقوم بدوري وبتأثير من خلال وجودي بجمعية كيان ومن خلال نشاطي الاجتماعي والسياسي بشكل مباشر مع النساء اللي أنا بقامن كتير فيهن وبقدراتهن وأنا بقامن إنه الإمرأة اللي بدها تخوض السلطات المحلية أو السياسة مش حتما مفروض تكون صاحبة لقب أكاديمي تاني أو تالت أو محزبة وهذا اللي إحنا عم نحاول نشتغل عليه من خلال موقعي كمديرة كيان وكناشطة نسوية اجتماعية إنه نشتغل على النساء اللي عندها إمكانيات وطبعا مستقبلا كل الإمكانيات مفتوحة وكل الأمور مفتوحة أمام كتير نساء من اللي عم نشتغل معهن ونساء اللي لم يصحلهم لحتى الآن إنه يفوتوا بهذا المجال نعم العاملة الاجتماعية رفا عنا بتاوي مديرة جمعية كيان كنت معنا من مدينة شفا عمر يعطيك العافية شكرا جزيلا لك شكرا الله يعافيك يعطيك العافية المحام النضال عثمان أنت تابعت هذه المشاريع أنا أذكر حتى قبل أربع سنوات كنت مع جمعيات نسائية وأعطيت ورشات عمل أو حتى محاضرات أنا سأرجع لما ذكرته الأخت رفا عنا بتاوي في موضوع يعني حتى الآن في خطاب ذكوري في داخل السلطات المحلية في يعني محاولات لاختراق هذا الخطاب الذكوري هل تنجح الجمعيات النسائية هل تنجح النساء بإيصال صوتهن إلى الجمهور فيما يخص الترشح للعضوية وأنا سأضيف حتى الترشح لرئاسة سلطة محلية خلينا نقول أنه بانتخابات الـ 2013 كان هناك ارتفاع بنتجتها بعدد النساء الممثلات كعضوات في السلطات المحلية كان قبل 7 وصلوا 12 وصفوا على 10 ولكن كان هناك ارتفاع في عدد النساء الموجودات كعضوات في السلطات المحلية هناك يعني مقولي أنا برددها وهي صحيحة برأيي أنه كل زلم بنفع يكون عضو وبنجح يكون عضو مجلس محلي عن شان يرفع عيده وينزلها بس لما بدنا امرأة تكون عضوة مجلس محلي لازم تكون سوبر وومان ومعها شهادات هناك عشرات إذا مش مئات النساء في مجتمعنا في كل بلداتنا من دون تثناء قادرات أن يكونوا عضوات ورئيسات في المجالس المحلية والبلديات العربية الموجودة في الداخل هناك إمكانيات في حاجة للعمل على تغيير فكرنا الذكوري كمجتمع كمان إحنا كرجال وهناك استعداد لدى بعض النساء في مجتمعنا ولكن بحاجة للدعم كمان من مجتمعنا من الأحزاب السياسية ومن أيضا غير المحزبين كيف يمكن أن نكسر هذا البعد العائلي الحمائلي في بلداتنا العربية لتتقبل أيضا العائلة ترشح امرأة من داخل العائلة لعضوية وحتى أكثر من ذلك رئاسة سلطة محلية أقول لك بصراحة في الطيبة أنه في عضوة بلدية أنا بحكيش عن الطيبة أنا بحكي أنا بحكي خليني بس أقول لك إسا نبدأ على المستوى المحلي بالطيبة في عضوة بلدية وكانت كمان عضوة في الانتخابات الأخيرة صحيح أنه الإطار هو إطار عائلي ولكن نحن نعرف أنه في النساء يأخذنا تجارب ولهن يوجد نساء رائدات في عدة مجالات في مجالات التعليم وفي مجالات الطب وفي مجالات المؤهمة والقضاء أيضا نعم ولكن للأسف النمط العائلي للانتخابات المحلية في السلطات المحلية العربية يمنع هذا الشيء ولكن إذا قررت للأسف الشديد أعود إلى العائلة إذا رأت العائلة أن يوجد مرشحة قوية ولدها الشخصية القوية التي تتنافس مع الرجال لا أظن أنه يكون أي آئك أمام المرأة سؤال الأخير دور رؤساء السلطات المحلية ونواب رؤساء السلطات المحلية وأنت نائب بأن نكسر هذا الحاجز أمام نساءنا ليخضنا هذا الغمار غمار العمل السياسي أخ زيدان حقيقة أنا لا مانع بأن تكون المرأة أو النساء أن يكونوا عضوات في المجالس المحلية أو كرؤساء أو كرأسات ولكن حقيقة هنا المشكلة ليست فقط في العائلة المشكلة هي في الوسط العربي كله أنه بعدنا إحنا عقولنا لن تستقبل حتى اللحظة هاي بأنه مرأة تقودنا كرئيسة مجلس طب هنا في مشكلة معناها في هذا التفكير في مشكلة كبيرة وعالتفكير هذا لازم ينشغل كثير لا بالدورة هاي ولا اللي بعدها لازم ينشغل على أطار عقد أو أكثر حتى تتخلل هذه الفكرة في جميع المجتمع العربي لكي نغير هذه الفكرة اللي إحنا متمسكين فيها أنا أعتقد هناك جاهزية ببعض القرى والمدن العربية لأن تكون مرشحات لرئاسة المجلس والجمالية المحامي نضال عثمان مدير اتلاف مكافحة لعنصرية في البلاد شكرا جزيلا لك المحامي يوسف مصاروي المغتص في القضايا الجنائية من مدينة الطيبة شكرا جزيلا لك والأخزدان سلفي تنائب رئيس المجلس المحلي عربي الشبلي أم الغنم شكرا جزيلا لك شكرا لكم ننتقل الآن إلى كفر كنة عامر عواودي من كفر كنة يعرض تاريخ البلدة من خلال كتاب كفر كنة تاريخ وطراث ماذا يعرض الكاتف في هذا الكتاب ما هي أهم المعالم في كفر كنة ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى كفر كنة للتحدث مع عامر عواودي كاتب مؤلف ومؤرخ أخ عامر مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا في محطة هلا وياهلا بيكم نعم أهلا بيك إذن ماذا حاولت أن تعرض أن تستعرض من خلال هذا الكتاب والذي يتواصل مع تاريخ كفر كنة طبعا الكتاب بتحدث عن فترة زمنية من زمن الرومان ومن زمن يعني وصول سيدنا المسيح وزيارته لكفر كنة وصناعة معجزة فيها وطبعا في فترة صلاح الدين الأيوب مرورا في فترة الأتراك العثمانيين حتى عام النكبة عام 1948 هكذا يتحدث الكتاب ما هي أهم المعالم التي استحضرتها في هذا الكتاب؟ طبعا المعالم كما ذكرنا أنه في كنيسة العرس اللي هي سيدنا المسيح صنع معجزة الأولى في كفر كنة عندما زرها قبل أكثر من 2020 عام قبل 2000 عام لأنه ميلاده كان قبل 2018 عام طبعا أجاه يعني على كفر كنة يعني يقارب قبل 2000 عام فهناك فيه كنيسة العرس اللي هناك عمل معجزة حول ماء إلى خمر فيها وهناك أشفى مريض ابن الحاكم البلدي عن بعد يعني هناك كانت معجزتين المعجزة الأولى تحويل الماء إلى خمر والمعجزة الثانية شفاء مريض هناك في الكنيسة اللي هي موجودة كنيسة الروم الأرثودوكس في كفر كنة سميات يعني كنيسة العرس وكما هناك قلعة ظهر العمر الزيداني موجودة في وسط البلد بمسجد أبو بكر الصديق اللي كان هناك منزول منذ مئات السنين وفي كنائس ومساجد ومعالم ومقامات وموجود في كفر كنة مقام لسيدنا يونس النبي عليه السلام نعم أخ عامر لابد من السؤال هل هناك اهتمام لدى بلداتنا العربية لدى سلطاتنا المحلية بأرشفة تاريخ البلدات العربية مخطوطات صور تاريخ اتفاقيات أين كانت وأين صارت في اهتمام للأسف شديد أنه الاهتمام يعني بيكون بنسبة بنسبة متدنية يعني لأنه يعني على سبيل المثال في كفر كنة كفر كنة إلها اسم في التاريخ وذكرنا أنه زار سيدنا المسيح وصنع المعجزات وفيها مر صلاح الدين الأيوبة وفيها مقامات خرجت علماء ضحة الكثير قدمت شهداء أبناءها خاضوا معارك في زمن الاستعمار والبريطاني والإسرائيلي وهناك كان لازم يكون فيه متحف وأرشفت هاي كل الأحداث والتاريخ هذا لكن للأسف أنه ما فيه اهتمام في هذا الموضوع أنا يعني كان فيه إلى مقابلة مع مدير دائرة الأثار في كفر كنة وسألتوا السؤال أنه أنتوا بتيجوا هنا وكفر كنة فيه لها يعني تاريخ وفيه معالم وفيه أثار وقطع أثرية بأخذوها على المتحف القومي في تل أبيب سألتها أنا وحدة كانت هناك مديرة الأثار وحكيت لها أنه إحنا أحق بالإشي هذا قالت مظبوط أنه اعملوا متحف وإحنا حاضرين نرجع لكم كل هاي القطع الأثرية نعم أخ عامر عوودي الكاتب المؤلف والمؤرخ للكتاب حول تاريخ كفر كنة شكرا جزيلا لك شكرا شكرا إليك شكرا عزيزي نعم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى كنوا معنا عدنا من الفاصل مشروع جسر من الألوان طلاء البيوت المحادية لشارع الشاطئ في بلدة جسر الزرقى باللون الأزرى بهدف تحسين وجه القرية معنا هنا في برنام الجد اليوم المصومن المعمارية عنات كهن הלوي لتحدثنا عن المشروع פרויקט גשר של צבעים בגסר الزرقى מהווה מודל לשינוי בחזות פני הכפר באמצעות צבעת המבנים במקום מאיפה עלה הרעיון ואיך התושבים מקבלים אותו איך אנו יכולים לשמור על הנופח חיצוני כחלק מהמרחב הציבורי יחד איתנו האדריכלית מעצבת הפנים בעלת הרעיון היוזמת גברת ענת כהן הלוי גברת ענת, ערב טוב ערב טוב, בלילד שלום שלום אז פרויקט לשנות את החזות את הנוף ופחות או יותר להשפיע על נוף פסטורלי כזה אז מאיפה עלה הרעיון? לפני כמה שנים עברתי בכביש החוף כמו כולם בפעם, אני לא יודעת כמה, ליד הכפר חלפתי על פני הכפר והייתה לי מחשבה שהבתים שמדורגים שם על רכס הקורקר יראו כל כך הרבה יותר יפה אם הם יהיו צבועים עבר קצת זמן עזרתי אומץ וניגשתי לראש המועצה הקודם עזרדין אמש עם הרעיון אה, דוקטור עזרדין אמש נכון הוא היה אצלנו בתוכנית כן, כן הוא קיבל את הרעיון בברכה והכניס אותי לכפר ממש ככה פתח את הדלתות אחר כך בבחירות התחלף ראש המועצה לראש המועצה שמחהן עכשיו שייך מורד אמש גם הוא מאוד אהב את הרעיון וגלגלנו את זה ביחד זאת אומרת הרעיון היה להפיין את הכפר ולהיחד אותו לצבעים כחולים בגלל שזהר כזה כחול בגלל הקרבה לחוף הים ובגלל שהכפר מזוהן כפר הדייגים העברנו את הרעיון במועצה אז אנחנו מדברים על החלק ששוכן לכביש החוף? כרגע זה שלב ראשון של הפרויקט ונצבעים בתים שבאמת רואים מכביש החוף כשהמחשבה והכיוון זה להפיין את כל הכפר או כמה שיותר מי שירצה להשתתף בפרויקט הפרויקט כרגע בשלב הזה הוא יקיף 25 עד 30 בתים חברת נרלט תורמת את הצבע ברוחת הלב תרומה של 4,000 ליטר צבע של חברת נרלט ומשרד התיירות באמצעות משרד החמת מממן את הצביעה לכמות הזו של הצבע מבחינתי זה שלב ראשון אבל יש את צורך בהמור משאבים ותקציבים ואני תמיד מעריח תושבים מהמקום הזה מקום שהוא שוכן במחוזות של חוף ים נוף כמו שאמרנו שאמור להיות הנוף הפסטורלי אפילו מהיפים ביותר כאן בארץ אבל זה מצריך יותר השקעה מצד משרד התיירות או משרדי הממשלה אני מסכימה איתך לגמרי אני חושבת אני מקווה שהפרויקט הזה יהיה התחלה של איזשהו תהליך שם שזה יניע איזשהו תהליך הפרויקט הזה בעצם מדבר על הרבה דברים הוא עוסק בהמון המון תחומים כמו הדימוי העצמי של הכפר הזה של תושבי הכפר כמו הדימוי של הכפר בעיני אנשים מבחוץ זה פרויקט שמושך המון תשומת לב אני מקווה שגם תשומת הלב של משרדי הממשלה יש הרבה מה לעשות בכפר כולם אני חושבת מבינים שהדרך להרים את הכפר הזה זה דרך מינוף של כלכלה מקומית מבוססת תיירות וזה בא באמת למשוך תיירים ומבקרים אל הכפר יש הרבה מה לעשות חוץ מהדבר הזה, זה נכון למה בחרתם בצבע כחול? אז עוד פעם בחרנו בכחול בגלל שזר כזה כחול בגלל הקרבה לים ובגלל שהכפר מזוהה מאוד עם כפר הדייגים ג'יסר אל זרקה זה מקום מאוד מאוד מיוחד ולעניות דעתי היה צריך גם בנראות לעשות משהו מאוד מיוחד שיאפיין את הכפר וייחד אותו לא רק ברמה הישראלית אלא בכלל ברמה בינלאומית ויש אנשים, תושבי המקום שיתגייסו על מנה להתנדב בפרויקט הזה? הפרויקט לא מבוסס על מתנדבים לא, בכל מקרה יש אנשים שיתנדבו ללא שום קשר שיתנדבו לעשות מה? לצבוע? לצבוע? לשתתף? כן? לעזור? אז בצביעה אין צורך במתנדבים בגלל שמשרד התיירות מרונל את הצביעה הוא מרונל, כן את הצבע עוד פעם תרמו נרלט ברוחב לב אבל התושבים מאוד מאוד בעד הפרויקט גם לפני שהתחלנו עם הרעיון אני הכרתי את הכפר לעומק אני בעצם כשנכנסתי לשם בפעם הראשונה אני ממש לא הכרתי את הכפר ואני במשך שנה וחצי הסתובבתי שם ועשיתי הרבה דברים אחרים והכרתי את התושבים מה ראית שם? גברת ענת? מה ראיתי מאיזה בחינה? מה ראית? הסיטואציה המצב הסוציו-אקונומי של האנשים מה התשתיות? מה ראית? כהדריכלית גם כן המצב של הכפר ידוע לכולם זה כפר עם הרבה קשיים, הרבה בעיות גם מבחינה סוציו-אקונומית וגם מבחינות אחרות אבל צריך להתחיל איפשהו מה שעוד ראיתי כשנכנסתי לכפר די מהר זה קסם של מקום אני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים שעבדו בהתנדבות בכפר בכל מיני עמותות וכל מיני תוכניות כשניסיתי להכיר את הכפר ולהבין מה קורה שם ונתקלתי כל הזמן בשאלה כבר היא תאהבת וכל אחד אמר יש לי מקום בלב לכפר הזה והיא מצחה עזרה אני אזור יש משהו כובש מי שמשאיר את החששות בחוץ ואת הדימוי בחוץ ומעיז להיכנס נקי מפוגש שם קסם של מקום אז הוא יכול לשוט ולשחות אז אפשר מאוד ליהנות זה מקום די מדהים שאלה אחרונה המודל הזה המודל של הפרויקט שאת יזמת את נוות את התמאת גם כן עכשיו התמאת את זה בתודעה הקולקטיבית של תושבי המקום של התושבים בג'סרזרקה הוא נמצא במקומות אחרים במדינה? אז כשבאתי בפעם הראשונה לראש המעצב ורציתי להסביר לו מה הרעיון אז עשיתי גוגל על כפרים צבעוניים בעולם גיליתי שיש לא מעט כפרים צבעוניים בעולם כל אחד בצבעוניות אחרת לגמרי וכולם מוקדי משיכה לטיירים מסתבר שאנשים נמשכים לצבע ועל זה אנחנו בונים וזה משפיע על נפש בני האדם מאוד גברת ענת כהן הלוי אדריכלית מעצבת פנים מיוזימת הרעיון תודה רבה לך תודה רבה לך בילי ונنتقل موضوع آخر ظاهرة صرف الشكات צ'קים במגזר הערבי או באיזי נסיבות או מקרים זה מתקיים מהם הריבית שנגבט מהלקוחות והאם בכלל השוק מוסדר איתנו כאן בתוכנית היום הזה בערוץ אלוויין על הטבעי מרעודי פרומקן מנכל אפליקציית צ'קים לניקיון צ'קים מרעודי ערב טוב ערב טוב בלל שלום שלום אז קודם כל נתחיל בתופעה התפוצה של תופעת ניקיון צ'קים במגזר הערבי והם יש אפשרות לשתוח בפנינו את ההשוואה עם המגזר היהודי כן בהחלט התופעה של ניקיון צ'קים בכלל היא תופעה מאוד מאוד מרכזית בשוק האשראי בישראל המקור שלה זה בדרך כלל אותם חברות גופים בדרך כלל עסקים קטנים ובינוניים שלא מצליחים לקבל אשראי מלא לרוב הפעילות שלהם במערכת הבנקאית הרגילה גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי תופעה מאוד נפוצה שוק האשראי הוא אחוז בנקאי בתחום ניקיון צ'קים הוא בסרט הגודש של עשרות מילרדי שקלים בשנה המגזר הערבי בהחלט מופיין בשימוש יתר בתופעה זה נובע מכך שבמגזר הבנקאי הנגישות של המגזר הערבי למערכת הבנקאית היא יותר נמוכה אז מעדיפים להשתמש בנקיון צ'קים כי זה נזיל נגיש יש בו קלות מוסיימת כן זה נובע א' מחוסר ברע כי צרכי השראי קיימים ואם עסק צריך לסט בית השלומים ולעמוד בהתחייבות שלו אז והוא לא מצליח לקבל את כל המימון שהוא צריך במערכת הבנקאית אז הוא נעזר בנקיון צ'קים שלמעשה זה לקחת צ'ק דחוי ולהפוך אותו למזומן בניקוי עמלת נקיון ואתה יזמת אפליקציית צ'קים נכון? כן אנחנו יזמנו אפליקציה שבאה לענות על כל מיני קשיים שנמצאים בתוך בתוך המערכת כיום שלקוחות זקוקים לשירות הזה אין אין נגישות מלאה אין שקיפות ואין באמת תחרות על הצ'קים שהם נותנים גם כאשר לקוח שמחזיק מספר צ'קים של מושכים שונים הוא לפי מגיע לנותן שירותים ואז הוא נתקל בבעיה שאומרנו זה כן וזה לא צ'ק הזה כן וצ'ק הזה לא למעשה פיתחנו איזושהי זירה דיגיטלית שצריכה לענות על הקשיים שהקהל חווה בתחום הזה תחום הדיגיטל הסדיר הרבה תחומי חיים בתיירות במלונאות בתיסות וגם בשוק האשראי אז אתם מנגישים דרך האפליקציה הזו את הצ'קים שהלקוחות מעוניינים לפרוע באמצעות נקיון צ'קים עם רבית לנותני שירותים אתה יודע בתוכנולוגיות תמיד יש פריצות מסוימות זה מוגן? כן בהחלט אנחנו קודם כל כל נותני שירותים שלנו זה גופים אמינים מאוד ותיקים מורשים כולם מחזיקים ברישיונות תקפים לפעילות שלהם זה לא שוק שחור ולא שוק אפור זה שוק מאוד מסודר לגיטימי שעובר כרגע מהפכה רגולטורית מאוד מאוד משמעותית קם רגולטור חדש במסגרת רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון אז איך הלקוח יכול לוודות ולהיות בטוח שנותן השירות באפליקציה או הוא לא גורם מסוים שהשכיל את עצמו מהשוק השחור אל תוך הדיגיטל לא אצלנו אמרתי נותני השירותים הם מפוכחים והם כולם חברות מורשות חברות רציניות יש לנו פריסה גיאוגרפית מדרום הצפון ומי שמעלה את הצ'ק זוכה להתייחסות בבת אחת של עשרות נותני שירותים הם קובעים את המחירים בהתאם לרמת הסיכון שהם מבינים מהצ'ק שזה תלוי בחברה שכתבה את הצ'ק זה תלוי בחברה שמחזיקה את הצ'ק זה תלוי במשך הפיראון יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים אבל בסופו של מקום הוא שם את זה במקום עם תחרותיות ועם שקיפות בקשר לתחרותיות האם האפליקציה הזו והשוק שמתנהל או מתנייד יכול להוות גם כן איזשהו נדבח שמתחרה האם הבנקים כאן במדינה אז תראה מערכת הבנקאית היתרון המרכזי שלה שהיא יותר זולה הבעיה היא בדרך כלל שהיא לא נגישה באופן מלא יש חברות שממש הן לא נותנות להן בכלל אשראי יש חברות אחרות שהן נותנות אשראי שהן יכול לחסות רק חלק מסויה מהפעילות שלה ולכן הרבה מאוד חברות נזקקות לשירותים משלימים בשוק החוץ-בנקאי היתרון הגדול הוא שבדרך כלל בתחום ניקיון הצ'קים התמורה שבן אדם מקבל עבור הצ'ק הדחוי היא מלוא ערך הצ'ק בניקוי העמלת ניקיון להביא למערכת הבנקאית ששם בדרך כלל מקבלים 70% 60% מערך הצ'ק האם התופעה של ניקיון צ'ק מהניסיון שלך אמר עודי זה קשור גם כן במצב אנשי העסקים המצב הכלכלי של אנשי העסקים או אפילו המצב הסוציו-אוקונומי של התושבים שהם נדחפים לפינה בכדי להיכנס ולנקות את הצ'ק כן, בהחלט אני חושב שלמצב הכלכלי בכלל ולמוסרת השלומים שמלווה את כל ענף יש השפעה ישירה לרמת הצריכה של השירות הזה לדוגמה בענף הבנייה זה ענף מאוד מרכזי בתחום ניקיון הצ'ק בערך 40% מהצ'ק מגיעים מקורם בענף הבנייה והתשתיות שזה ענף שהוא מאוד דומיננטי במגזר הערבי ניקיון צ'ק ענף בנייה כן, ועכשיו בדרך כלל התשלומים שמתחילים מלמעלה הם תשלומים תחויים אז אם קבלן יש לו הוצאות שהן הוצאות במזומן יש לו שכר עבודה והוא צריך לשלם דלק והוא צריך לרכוש חומרי בנייה והוא מקבל את התקבול שלו בשוטף 60 או בשוטף 90 נוצר לו פער גדול שהוא חייב לגשר עליו באמצעות ניקיון ניקיון עריבית נעה בין כמה לכמה עריבית זה עוד פעם זה נגזרת של רמת הסיכון של מי כתב את הצ'ק איזה חברה כמה ותיקה כמה אמינה אבל זה יכול לנוע בין 2-3 אחוז אחוז וחצי שלושה תלוי זו התחרות מרעודי פרומקן מנכל אפליקציה צ'קינג לניקיון צ'קינג תודה רבה תודה רבה תודה על המדע אנחנו שלען לפאסל מנתם מנעוד נועסל מהודוע קודריה אוכרה כונו מענה عدنا من الفاصل الرابر أحمد جوهر من مدينة الرملي يغني للسلام والتسامح ويعرض قضايا الشباب ما هي القضايا التي يطرحها من خلال أغانيه بأي أسلوب يطرح هذه الأغاني معنا هنا في برنامج اليوم أحمد جوهر رابر وممثل وملحن من مدينة الرملي أخ أحمد مساء الخير مساء نور أهلا وساءلا بك إذن الراب يعني غناء نوعا ما حديث على الوسط العربي على المجتمع العربي مصبوط منذ متى تغني غناء الراب أنا أغني موسيقا الراب من جيل خمسة عشر سنة دعمرك اليوم اليوم سبع وشرين اثنى عشر سنة اللي بي في موسيقا طبعا بنت صغير وأنا صغير أنا بدأت بالموسيقا هاي من جيل خمسة عشر كنت أسمع موسيقا اللي اسمع مزرخية الدكاؤ الدكاؤون وكل الأشياء هدولا بس أكتر اكتئاب اه وأنا بديش اكتئاب بديش اللي يفرحني وأكتر عبر عن شعوري فيه اللي هو الرب والرب كتير 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 اه وصل لي خلاني أوصل للرسالة وعبرها لكل الناس في الطريقة اللي أنا بحبها مش اللي بطريقة ليش حبيت غناء الرب الغناء الرب هل الحركات هل ايش هل الالحان انا حبيت فيه كتير ايشي حبيت فيه القصة انه انت بتقدر تكتب ايش ما بيدك وت وتعطي طريق تعطي رأيك بأي طريقة طبعا كل واحد في عنده مشاعر مختلفة وظروف مختلفة اللي بمرؤها والاشي هذا لانه موسيكة الرب فيها كتير اشياء اللي بتحكي عن الحياة الاشياء اللي بدها تغيير لازم نغيرها طب ادي اسألك انا احمد وبدك يعني تسمحني على هذا السؤال فضل فيه اغاني الرب انا تبعت فيه اغاني الرب اللي فيها المغنيين بيستعملوا حتى مصطلحات يعني لا تليق مثلا بعادات بتقاليد بمجتمع شو رأيك الاشي هذا بشكل عامل يعني انا بحكي انه فيه يعني فيه مغنيين حتى من الغرب من الاجانب اللي بيستعملوا مصطلحات واحيانا مصطلحات غير اخلاقية طلع انا يعني الاشي هذا انا بفكر انه الاشي لو انه الاشي هذا مش بنحك انا ما اندمشتش لقيله ولا خشت فيه واختلطت فيه بس الاشي الاكتر اشي انا يعني مش انه بجرب بقلد الامريكان ولا بجرب بقلد كل الناس هدولا انا بجرب بعبر عن حالي بالموسيقى الرب بطريقتي انا وبالستايل شاتي حلو هات شو بتك تعطيني مقطع بطريقتك انت وبالستايل تبعك انت شو بتعطيني انا بقدر اعطيك هلا غنوة راب اللي انا كتبتها اسمها فتح عينيكم على كل اشي بدا يو اعمل فتح انا بعطيك اياها هيك عالاحساس عالاحساس معانا دقيقتين اه مشان نلحق لاخرى مقطع ثاني يلا عالاحساس اما فضل ماشي انا وانتي بعز المطر قاعد بكتب فيكي وانا لسه بتاني سطر بفكر انا موضوع الي فيه ومشيبش الخطر ومن ناحية ثانية بفكر انا يجيب الخبر ولو حطة تنظف تمي مش هتلقي ندفت زفر كلمة حلبة مثل السكر فيش حدا مستطعم فيها جايب افكاري مش من جاري عن البيئة لانا عايشة مش متاقل فيها ناس خربانة فيش حدا يقدر يصويها مواهب كتير بس فيش حدا قادر نميها بدل من نميها بسط اسبالي عادين نرميها بدل من نبنيها عادين شواش بمانيت فيها بكلماتي بطفي الحريقات اللي هي الكراهية اللي سنين مرع فينا بدل من نسكر اسم الله اللي شافينا عادم ندور على اشي اللي ضلوا يعيين عادم ندور على بركي غميئة نسبح فيها ناس عشا تعيشة الغذير وناس عشا تعيشة التفاح مسا السصاب ناس عشا تعالها الخمرة وهي مرمية بنقبر الكلمات لنا بزيتات فيش حدا قدر نمسكها هلو هاي رسالة للشباب ايوه انا لحظت انا انه ديروا بالكو على حالكو تقعوش مزبوط صح هاي ليش اجت عبالك هاي الفكرة اجت عبالي هاي الفكرة انه اقدر عبر فيها للمجتمع اليوم بالاخص المجتمع العربي الشباب اليوم انه عبرهم الاشي هذا انه هي بتحكي المقطع يعني البزمون بحكي انه الشعر اللي موجود بحكي انه فتحوا عينيكم على كل اشي بيقع من يداكم يعني يعني انه امسكوا الاشي اللي رح يوقع من يداكم يعني ديروا بالكو من الاشياء يعني ديروا بالكو عحالكو صح احموا حالكو صح لازم تحمي حالكو يعني انت بتشوف العنف بتشوف الجريمة بتشوف مرات ظواهر اللي هي بشميح على الشباب انت عايشها؟ انا عايشها وكتبها وبمرقها برسالة طريق الرب للناس عشان تقدر تتعلم يعني انت عشرت انت تبعت انت رفقت اصدقاء حتى موجودين في الرملة شايف وبدك تأثر انا كبرت ببيئة يعني زي بقولها بس تعيش زي اللي بيجري يعني البيئة اللي انا كبرت فيها طخ قتل مشاكل بنعيال طواش قتل على شرف العيلة زي ما تقول وانا قاعد بالدار بكتب اغنية شمطوا حجر على داري كسروا الازاج عشان يعني زي ما تقول عشان بكرهوني الناس والحجر يعني قدر يقتلني الحجر لو اني ما بعدتش كتير كتير اشياء بيدها تغيير عشان هيك انا بغني الرب عشان اقدر اغير اغير لو غيرت اخوز واحد من الاشي هذا انا يعني نعم وانت بتغني اغاني للتسامح والسلام وقلتلي قبل البرنامج انه فيه اغاني راب باللغة العبرية صح ديك تعطيني مقطع في العبرية اه طبعا اشي اللي يكون للتسامح والسلام فيه للسلام اه تقدر فيه غناء اسمها علامش البناء ادم اللي هي بتحكي عن برضو دويت مع شخص يهودي اللي انا بغني معاه اسمها الانشين لو متيخسين لبعايات انه اكون زي اللي جند لكل الناس اللي يقدروا ياخدوا مني الفكرة المليحة المحبة السلام يتعلموا كيف يتعاملوا كبين ادمين كيف يقبلوا بمحبة الغير هنا بالدولة بالدولة هاي بين شخص بين يهود وعرب لازم المحبة تكون بناتهم دايما وهذا الاشي اللي كتير يعني انا بدأ اقع عليه باغنية نعم وفيه قلتلي فيه مفاجأة فيه شخص اللي عمل شخصي دومي اللي دويت لا دومي دومي لعبي لعبي مسبوك اه هادي الشخص اه قلتلي قلتلي انه بدك تشرح لي ايش هاي هادي الشخص هادي اللي زي ما تقول انه انا هادي زي اش بقوله زي علم 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 للسلام اللي هو اسمه ألمين هذا اسم المنصة شيتي وهذا انا يعني كفكرة انه ناس تخدمي يعني كتي معجب اللي عمل لك اي اه فيه كتي معجب عمل ليها خصوصي لإلي طبعا وانا يعني زي ما تقول حابب اوجه سلام للمجتمع العربي انه بيكفي كتال بيكفي الواحد يفكر عنه شو المفروض ينعمل احمد اسا مش بحكيش عن الرب شو المفروض ينعمل انت كشب بتشوف شو اللي بصير عنف جريمة حوادث طرق حوادث عمل ودائما نطرح هاي الموضوعات احنا بدنا انه دائما نحكي عن انجازات شبابنا وانجازات الباحثين وانجازات الفنانين اللي زيك انت بتشوف هاي الظواهر الموجودة في المجتمع حسب رأيك انت كشب شو المفروض ينعمل في مجتمعنا في مجتمعنا اول اشي لازم اول اشي لازم ينعمل هو التربية كيف الواحد يدقق على التربية ويدقق على اله انه 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 الواحد يعني يدير باله على بيته على اولاده على ايش اصد انه ايش يحكي لأولاده يمرق رسالة لأولاده على ايديولوجية فكر فكر منيح اللي يقدر الولد عشان لما بيكبر يقدر يعرف انه انه لأ مش لازم تكره اليهود مش لازم تكره هيك لأ حبهم جرب حبهم جرب بتعاون معهم جرب حسن علاقتك معهم انه هذا اكتر اشياء اللي بدها تغيير اكتر اشياء في مجتمعنا نعم احمد جوهر رابر ممثل ملحن من مدينة الرملي يعطيك العافي بالنجاح والله يعافيك شكرا جزيلا نخرج الان لفاصل من ثم نعود ونواصل وسنكون مع طلبة موهوبين من مدينة الناصرة هنا في برنامج هذا اليوم ولكن بعد الفاصل موسيقى عدنا من الفاصل مركز مواهب يحتضن طلاب منطقة مدارس الناصرة في دورات وورشات عمل لتنمية المواهب والمهارات الحياتية ماذا تمنح هذه الورشات للطلاب وكيف يشعر الطلاب في هذا المركز معي هنا في برنامج هذا اليوم شمس حسن طالبة صف ثامن من المدرسة الانجلية في الناصرة وميس طارقص طالبة الصف الخامس من مدرسة راهبات المخلص في مدينة الناصرة وسيرين أبو راس طالبة الصف التاسع في المدرسة الاعدادية في علوت سيرين مساء الخير مساء النور أهلين فيك أهلا وسهلا فيك وشمس مساء الخير أهلين فيك وميس أهلا وسهلا أهلين فيك كيف شعورك تمام تمام أهلين فيك أنا أريد أن أبدأ معك ما رأيك أريد أن أبدأ معك أريد أن أبدأ معك أنت هنا الصغيرة وبالصف الخامس وأنت موجودة في مركز مواهب مضبوط شو بتسوي بالمركز نتعلم تقنيات جديدة ونرسم فساتين أو أزياء ترسمي أزياء و فساتين أدي سهر لك بالمركز ثلاث سنوات ثلاث سنوات هل تحبت رسمي؟ أه هيا من رسوماتك أه نفرجيها للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات هات بدك ترفعيهن إنت رفعيهن رفعيهن واحدة 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 إيش هاي الرسمي؟ آه هذا أفرهول أفرهول طيب هاتنا نشوف أخرى رسمي حاليو أخرى رسمي شو رسيمي صف الخامس ترسمي يعني حاب تكوني لأقدام إن شاء الله إيش مصممة أزياء أه هاذ حلمك؟ أه بتعملي تصميم للأزياء طيب لالعرايس ولا برضو للعرسان لا تنين لأثنين حابة نكتصل إلى هناك أه وبيساعدوك بالمركز أه أكيد بتابعوك وتعلمت كثير شغلات بالمركز أه شو تعلمتي مثلا دمج الألوان حاليو وإنه مش بس نخيطه نقص بالعكس إنه نذكر إشياء من من أماكن ومناطب هلو أنت بالصف الخامس في مدرسة طرابات المخلص بالناصري مضبوط أنت الوحيد من المدرسة بالمركز ولا في أخرى؟ لا أنا الوحيد وحيد وحيدة المناسبة كيف الأجسام بتكون يعني هاي الموهبة حستيها موجودة عندك قبل أنت بأي صفة فتت على المركز أنا جديد فتت على المركز هي أول سنة إلي أه أول سنة إلي طب من وين أنت حسيت أنه أنت بتحبّي أنه تمسكي ورقة ماشي ألوان وتبلشته رسمي من وين أنت حسيته هذا الإحساس؟ من عمر الثمان سنين ثمان سنين ثمان سنين بلشت أرسم كان فيه إليه هدية كتاب وكنت أنا أرسم الفستين عليه بس ما كانوا ش طبعا فستين حلوات زي إسا يعني اتطور الرسم اتطورت الكتوب الحديث ما أنا أصرت أرسم الجسم لحالي وأعرف الشيء من الفستين المناسبة لكل الجسم الألوان فرجيني من الرسومات يلا هاتا نشوف وإلا ممكن تشرحي ليك على السريع كون رسمي هاي هاي من الورد الجوري اه مشانع الشاشي أيوا وهاي من الأزاز المكسور ماذا يعني أزاز المكسور؟ هاي سورة أزاز مكسور اه 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 أه حبا اتطرقIO أه بسطان جوري هاي بسطان برد من الورد الجوري هاي فكرة مني أنا أحبتها هاي حالا وهون فيه فاستين من برج بيواجود بروما حالا لباس إيطالي يعني هاي برج بيواجود وإنتي تشدد على اي موضا أي موضا من دول العالم خليني نقول هل تشدد رسوماتك على موضة معينة تحبيها؟ هل هي موضة مثلاً فرنسية، إسرائيلية، إيطالية، أي موضة؟ لا، أنا بحب تقيد بنوع محدد، بل بحب أن نوع بالفاساتين، بختار المنطقة التي تعجبني حلو، وبدنا نيجي لسيرين أبو راس صف 9، مدرسة عددية علوت مظبوط، انتك العافي برضو تصميم أزياء؟ أكيد طيب، شو وصلك للمركز مواهب؟ شفت دعية على الفيسبوك لدورة بمركز مواهب، فدغري إما حكيت مع المركز، وسجلت به المركز هناك رسومات موجودة معاك، من وين أنت بترسمي سيرين؟ من عمر 8 سنوات 8 سنوات، يعني تاريخ بالرسم، أي نوع رسومات اللي بتحبي أو بتميلي أنك ترسمي؟ أنا بحب أرسم الرسومات اللي محدة تطلع عليها، بحب أرسم الرسومات الفلساطين الجريئة، تصميم جريئة، ولي محدة تطلع عليها مثل السوحة، أفكار من مناطق، بلدان، محدة تطلع عليها حتى نرى الرسومات، هاي رسوماتك طبعاً أكيد هاي آخر سنوات الرسومات، ولا برضو رسومات من سنة وسنتين؟ لا، هذو لا الجداد الجداد شو هاي الرسمي؟ هاي أنا مني حبيتك أرسمها انتي، طيب، هاي أخرى رسمي هل تعملت معك لون السود؟ ارفع، ارفع شوية، ايوه حالو وفي هون استوحت الفكرة من المصمير مسامير مسامير مصمير هذا مني، أنا هيك حبيته وفي هون من الكاش 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 يعني بلوزي من الكاش ايوه حالو وفي كتكل كامح وهايك شغلات هذا مني أنا حالو أحبي لقدامي سيرين في هذا العالم تصميم الأزياء كده حلم أفتح ده الأزياء خاص فيي أترك فيه بسمة الكل يشوفوا مثل هاد الفستان دغري يحكي هاد تصميم سيرين أبراس دغري يعرفوا انه هاي بصميم يعني هذا حلمك دار للأزياء باسمك يعني اسمك الإعلاني يعني يكون لألك دغري يعرفوا من التصميم طيب أي مثلا أنا سألت هذا السؤال برضو لشمس أي تصميمات أزياء في دول العالم انت بتحبيها بتشوفي انه بتستهويك انت أنا بحب شهد معين بحب أحضر كل العروض وهيكا في كمان بحضر أكتر إشي لا إلي صعب مصميم الأزياء اللبناني أه أه وبحضر يعني مش إشي معين نعم وبنرجع هون للطالبة المتفوقة ميس غير الأزياء ميس انت بالمدرسة بصف الخامس مضبوط يعني لأ قدام إن شاء الله بعد ما تخلصي مدرسة حبي تروح على جامعة تدرسي أزياء ولا إشي ثاني لا أزياء بس أزياء يعني من إسه حطيته براسك بس أزياء أه يعني إذا في مثلا عرض أزياء معين بتشوفيه بتتابعي مثلا بتحبي يعني هاي الشغلات طيب بديك توجهي مثلا شكر معين لمن بتوجهي إسه بوجه شكر خاص لمركز مواهب واللي هني دعموني وشجعوني إن أوصل لهذه المرحلة مين المعلمات؟ كان معلمات هون بكشت شكرين مين هني؟ كريستين عواد وريم شحبري هني طبعا حضروا بانتظاركو وهني فخورات فيك وأنا بعرف يعني ونعم شو بتوجهي لطالبي شمس؟ بوجه رسالة للمعلمي ريون لأمي شكرا لدعمكو شكرا لتعبكو معي ووصلتون لهذه المرحلة نعم، وسيرين؟ واجي شكر لأمي اللي خلتنا أفوت هاي كدورة وشجعتني ولمعلمة ريم اللي هي علمتنا تقنيات جديدة بتلاحظوا إنو انتو من مدارس يعني في مدرستين هنا عندي يعني انتو ممثلات لمدرستين من الناصري وفي برضو مدرسة من علوت في دعم من قبل المدرسة لهذه المواهب شو بتسمعوا تفضلي؟ معلمتي ومدير كتر كتر بيشجعوني والمدير طبعا بعرف إن أنا إسه بمقابلة وهم بتابعوكي إسه الزملاء والزملات بتابعوكو نعم، بدك تحكي شي بالنسبة لدعم المدرسة؟ دالما بشجعوني على هاي المواهب وبيشجعوني إن أستمر ما يشو بيحكوا وليتصفك وليتصفك بالمدرسة؟ بقولوا إنو كتير تصميمة حلوات وبقدر إني أطور هاي المواهبا وأنا مميها أكتر إن شاء الله وبالنجاح وأنا متأكد رح تنجحي بهذا المجال أنا متأكد الطالبة ميس طارق قص طالبة الصف الخامس مدرسة راهبات المخلص في الناصرة شكرا ميس وبالنجاح وبالتوفيق والطالبة شمس حسين طالبة صف ثامن المدرسة الإنجيلية في الناصرة شكرا بالنجاح وبالتوفيق والطالبة سيرين أبو راس طالبة صف التاسع عددية طالوت بالنجاح وبالتوفيق شكرا جزيلا أهلا وسهلا فيكم إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية هلا ببث حي ومباشر أشكر الزملاء والزميلات الذين واللواتي رفقوني من خلال هذا العمل برفقة المحررة الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي مخرج البرنامج ساري جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاطة نلتقي بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة